كلام اليومين اللي فاتوا عن إشعاة يعني إن تريزيجيه الأهلي بيفوضوا إنه هو ياخدوا إعارة من أستون فيلا اتنين النهاردة من لعبي النادي الأهلي في المنتخب المصري راحوا لي تريزيجيه وقالوا له هتنور الأهلي يا تريزيجيه قال لهم وضحك يعني بتسم يعني وقال لهم طبعا شرف لي إنه نلعب للأهلي تاني ده بيتي لكن ما فيش حاجة فعلا والكلام ده مش مظبوط وإنه مكمل النهاردة النادي الأهلي قال أيضا في تصريحات لمواقع إنه لا إحنا ما نفاوضش تريزيجيه إحنا بنفاوض محمد صلاح على سبيل هزار يعني إن إحنا مش بنفاوض تريزيجيه إحنا بنفاوض محمد صلاح والأمور مش حقيقية خالص أنا بقول لكم إنه مش حقيقية هو صحيح محمود تريزيجيه عايز ياخد خطوة جديدة غير أسلم بالله هو مش لاقي مكان ليه أساسي قوي دلوقتي بعد الإصابة الطويلة وخلاص بقى فيه واحد في مكانه وفيه واحد بديل في مكانه فبيفكر يخرج عارة أو حتى بيع نهاية النادي آخر عشان يقدر يبقى رجله في الملعب طول الوقت ده بيفكر في تريزيجيه وده طبيعي أصلا أنه يفكر فيه ترجمة نانسي قنقر